موسيقى صباح الخير وصباح السعادة وصباح الصحة والشفا والراحة يا رب والرزق والعافية وراحة البل لكل مشاهدينا الغاليين في كل مكان لقاء يومي بتجدد معاكم صباح النور حلقة النهاردة الثلاث تسعة عشر يناير عشرين واحد وعشرين عشان لست سحاق كان بيحفظني لأنها مرحقتش أقول التاريخي بتاع السنة الجديدة يا رب يوم مليان بكل الخير عليك وجميعا صباح الفل يا سحاق صباح الفل يا هيبة وصباح الفل على كل مشاهدينا ومتابعينا من كل أنحاء العالم يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة كل سنة وانتوا طيبين بمناسبة عييد الغطاص المجيد كنت عايزة توليها أنت الأول لا 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 أنا عايزة أقول التاس بقى مش بس كل سنة طيبين يعني فكرة أننا بقى نعيد بس عشان عيد الغطاص كل سنة وكل المصريين طيبين يعني من أكتر الحاجات اللي بحبها في الاحتفال بتاع عيد الغطاص لما تحس أن في عيد المصريين كلهم مش تركوا فيه يعني يبقى عنده في عادات وفي تقوص في حاجات حلوة مش بس بس خاصة بالكنيسة أو بالمسيحيين لكن ترجع بقى تلاقي الناس كلها عمالة تحكي عن ذكرياتها في القرية اللي تربى فيها وفي البلد في الصعيد وزمان وحتى تاريخيا يعني يعني معظم الأعياد اللي مرتبطة كمان بعادات أكل وشرب وحاجات معينة بتبقى مميزة جدا للناس كلها ده حقيقي يعني بتفتكر إيه بقى أنت خييد الغطاص أنا بفتكر القصب والقلقاس الأكلة أما حاجة آه آه يعني ده طبعا الشهير في عيد الغطاص لكن طبعا كنا بنحضر الكنيسة بالليل ده كان من ولقان الغطاص والحاجات الجميلة دي زفة العماد والحاجات الجميلة كنا دايما يعني 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 بيبقى فيه بنتجمع بقى بالليل ممكن نطبخ بالليل للقاس زي ليلة العيد زي ليلة العيد بزبطة بس أنا بقى لي فترة لا ما باكلش بالليل يعني يعني صحة آه يبقى تاني يوم أي مش كلا مهم من إحنا ناكل والقاس النهاردة المهم من الأمهات في البيت تعملوا بالليل تمام يا عام حاجة أنه تعمل بالليل تطبخ وريحته تجوع أكلته بقى بالليل لا ما عملوش بالليل طيب مش بعد اللي أحكي ليه بقصة دي الفكرة في أن احنا يعني حي ببقى فرحانة جدا جدا وأنا مش أقول لكم أنها بتقرأ التاريخ أو بتسترجع الزكريات لكن عيد الغطاص وطبعا كلنا عارفين أن ليه مساميات كتير وعيد زهور الإلهي والإبيفانية وعيد الغطاص والحقيقة يعني بيبقى يومي ليه اسم تاني بقى ما حدش يعرفه بقى يغير قليل يعني في الشام يقول عيد الدنح 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 دي يعني تعريبا معناها النور أو الظهور يمكن أنا يعني قريبت كده حد من كتابنا الجمال كان بيحكي عن ذكراته في السعيد في عيد الغطاص يقول لك في القرية بتاعتهم كانوا يجمعوا الولاد بتاع القرية كلهم صغيرين بقى مسيحيين ومسلمين ليش فارق بقى ويقول لك يا بختك لو أنت عندك السطوح بتاع البيت طلعت تتفرج منه على المنظر يعملوا الأنديل اللي بالبرتقان يعني أنت هو أكيد يعني اللي لسه محفظة على العدد دي أو عارفها يجيب البرتقانة ويفرغ القلب بتاعها ويأمل صلبان فيها ويحطوا الشمعة من جوه ويروحوا وخر منها من الجنبين ويعملوها زي شكل الشورية كده من فوق الأنديل تبقى جميلة يلاحظوا وينزل في ماء المعمودية ويطلع حتى الاسم يجي من هنا عادة جميلة لفوا بها كل البيوت وكل الشارع بتاع القرية لغاية ما يرجعوا المكان معين وخلاص يطفوها بقى ويكملوا لعب الله فمشتركوا فيها كلهم حلوة قوي موضوع للبرتقانة ده بس أنا عندي مشكلة مع البرتقانة نفسها ايه؟ انا مش بعرفها فرغها او لا ما دي عايزة مجبول مش بعقي يعني حتى لما اجي أكلها ما عارفش أشهرها بقى وبالراحة كده وبتاع اي اربعة ويلا اي بس أنا خرارة ان انا مش هفتح موضوعات واتخاني الغاية بس مادرة يعيش انضحي بس عموما الحاجات دي الرجال عنداش خلق اليها اه لأ في جد اه بس الاساسي بقى موضوع القصب ده بيبقى جميل جدا قصة النهاردة كده الدهرية في شمس لطيفة على فكرة يجاو برد بس في شمس كده لطيفة في مصر وتمطر زي كل عيد غطاص اه انت عارفها لما بتمطر الناس بتبقى مبسوطة وحتى في نوة في اسكندرية نوة الغطاص دي من النوات المعروفة اصدى اقول يعني حتى الطاقس في عيد الغطاص يعني بيبقى دايما مختلف والناس تفرح قوي لو الدنيا مطرت يعني لما الدنيا تمطر النهاردة ناس كتير تبقى مبسوطة وعادة في مصر بيبقى في الايام دي في مطر وطبعا اسكندرية طبعا اصدقائنا طبعا عارفين نوة الغطاص بتبقى حاجة جميلة جدا بابا وماما وتلاقيهم في البيت مع الاجيال الجديدة لو هم مش ما فيش حد جنب البيت بيبيع قصب لو هم في مكان او في المدن الجديدة ما فيش قصب اي حاجة خليتهم مش لقين مين بقى لي بحريس قوي على المدنة ده تتا وجده ايه طبعا يعني الكبار اللي هي لو انا رايح ازورهم ولا اعيد عليهم ولا اي حاجة اهم حاجة اخطلهم معي ايه اخطلهم معي ايه اخطلهم معي ايه اخطلهم معي ايه اصفا انت مجيش البرنامج النهاردة وده فاضي الحقيقة فجبت معي ايه شوية قصب كده نحطهم هنا ونقزأس فيهم في الفاصل في الفاصل ايه 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 ونطلع بقى مشحرين كده عشان الناس تقشر معي ايه اه فده ايه بقى ده القصب النهاردة اسحق حبي هدينا ويصبح علينا انت بقى دورك انت جيبيننا مثلا طبق قلقاس بس يكون كده مستوي وحلو طبق هات اللي وقع في الارض ايه ده ايه 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 انا شوفتها هاته طلعت من تحت الكرسي هاته ودي كمان القاس يبقى كده معندي ناش كده محدش عنده حجة غاض فضل برطقان فضل برطقان برطقان؟ بانو دي كان عندي عدوة مع البرطقان مش مشكلة ايه اه فممكن دي خليها هنا كده صدقيني بس لايقة كمان في الكرش كلها شيك قوي يعن الحلو قوي اولا شكرا على استباعة ده يعني هنقزأ فيهم زو ما انت قلت بس جميل حتى بنشوف الترانيم وهي بتعلم الولاد ليه اصعب وليه برطقان وليه قلقاس كل حاجة بترمز لايه تشافين اللي صورة قدامك على الشاشة جميلة الاطفال اللي بفرحانين زي ده الاندي اللي بقولك علي ياخدوا وش البرطقان ويعلقوا فوق يبقى كأنه زي شكل الشرية الله لما توقف تلاقيهم كده بقفين مع بعض كلهم مفرحانين بيقولوا الترانيم الحلوة اللي خاصة بالغطاس انت عارفة كمان في دول كتير يعني في مصر على فكرة في مصر كمان كان فيه عداد جميلة جدا عن نيل وحاجات كده لكن دلوقتي ربما تكون مش موجودة لكن عيد الغطاس مثلا في روسيا تلاقي ليه طابع مختلف كده وحاجة مبهجة جدا في الحبشة عيد الغطاس ده حاجة يعني عظيمة جدا وبيعمله احتفالات شعبية في الشوارع عشان عيد الغطاس طبعا في نهر الأردن ويمكن بنشوف الكنيسة والكنيسة القبطية كمان بيبقى لها دور بيبقى لها دور هناك في الصلوات ومن الناحيتين الناحية لنحية القدس والناحية التانية نحية الأردن وبيبقى فيه صلوات مختلفة على نهر الأردن طبعا المغطس اللي هو في نهر في الأردن حاجة عظيمة يعني تبقى حاجة كده مبهجة وحاجة جميلة جدا يعني زي ما هنا وانت بتقول كانت الدولة زمان اعتقد مش فاكرة في عهد الدولة الفاطمية او انت صحة المعلومة يعني الحقيقة بس بقاش بقول معلومة مش دقيقة لكن كانت الدولة كلها بتحتفل بعيدة تغطاس على دفاف نهر النيل بالمراكب والاناديل وتحس مصر كلها انا بقولك كانت تبقى احتفالات شعبية ناس كتبتنزل للنيل زي فكرة المغطس في بعض الدول الناس هنا كانت بتنزل في النيل وفي الكنيس الأسرية او القديمة اللي يروح يلاقي المغطس القديم اللي هو كان حاجة كبيرة مش زي المعمودة الناس كانت برضو نهر الأردن دلوقتي اي حد بيروح القدسة يقعد الاسبوع هناك ولا اسبوعين لازم من ضمن رحلاته يروح نهر الأردن وينزل ويلبسوا التونية سواء رجالة او ستات وينزلوا يتعمدوا يعني مش يتعمدوا لكن يعني اشارة ان هنا كان في معمودية السيد المسيح فتبقى حاجة عظيمة جدا اه يعني القصد اقول ان المعمودية كمان والحدث ده عشان هو حدث يعني غير في طبيعة الانسان من وجهة نظري حدث فريط في حياة كل الانسان فينا فحنا حتى بنحتفل به وعملين له احتفالات شكلية لكن جميلة يعني اللي ينزل بالتونية في نهر الأردن اللي يتبارك اللي ينزل عشان يخسل ايديه ولا يخسل وشه يمكن فيه سور منتشر القداسة البابا هو في نهر الأردن وبيجيب مية كده يعني تقريبا بيحط مية على اديه تقريبا على وشه او حاجة كده انا كنت موجود معاه في اليوم ده كانت حاجة جميلة عارفة كله فرحان يعني كله كان مبسوط وقداسة البابا يعني من اكتر الناس اللي كانوا مبسوطين اليوم ده فهي المعمودية كمان حاجة مبهجة وحاجة جميلة جدا يعني هي زي ما انت قلت كده على المستوى الرمزي او الاحتفالات هتكلمنا على شوية حاجات كده بسيطة الناس حريصة انها تعملها هنا في مصر وعلى المستوى الروحي احنا بنعبر عن الموضوع ده بالحاجات الرمزية او الشكلية لكن فكرة الميلاد الجديد فكرة التغيير فكرة اعلان او الظهور الالهي وان احنا بنعلن ده من خلال كل كلمة ومن خلال الاحتفال ومن خلال ننا بنسترجع الايام او الحدث ومن خلال القراءات بتاعت الكنيسة سعادتنا لما كنا بنقضي الوقت ده في قدس عيد الغطاص في الكنيسة ربنا يا رب يشيل الغمة دي عننا وعن العالم كله ترجع الايام الحلوة تاني ونرجع نقضيها في كنيستنا ونصلي بيها ونفتكرها ونتبارك بيها كل سنة وانتوا طيبين ودايما في كل خير وصحة وسعادة يا رب كل سنة وحضراتكم طيبين وبالف خير وبعتولنا بقى على صفحتنا على الفيسبوك سي تي في ايجبت وقلونا اللي حابب يعيد على حد يقول لنا اللي حابب يقول لنا ذكريات ومعيد الغطاص بحاجة جميلة هو من الاعياد الجميل على فكرة من اوائل من ناحية التاريخية من اوائل الاحتفالات التي احتفلت بها الكنيسة كان عيد الميلاد وعيد الغطاص وكانوا يحتفلوا به في مواحد بالمناسبة يعني بعد كده الكنيسة فصلت بين العيدين بعد اثبات يعني بتواريخ وبتقول يعني المعمودية يعني كان لوقتها ايه فابتدت الكنيسة تفصل ما بين عيد الوطاس وعيد الميلاد طبعا من الأعياد الجميلة زي ما قالت هي بعيد الظهور لله ويمكن ده بيتقال على كمان عرص قناة الجليل يعني حاجة جميلة وكنيس كتير بقولكم تحتفل بشكل مختلف ويسموه بأسامي كتير جدا يعني زي بقولكم في الشام يقولوا عيد الدنح فحاجة جميلة فبعتولنا وقولولنا نكون مبسطين يعني طبعا نصبح على الناس هبتدي بقى هبتدي هبتدي ده حصل تغيير في الفترة دي طيب هصبح على أبا نوب ريدا وبيصبح علينا ومريم العدرة صباح الفل والياسمين جمانا دميانا عيد العبد الله بس ما بطرس أنا بقولي الأسماعش نحاول نقدر يعني نقرأ أكبر عدد ممكن لكن كل معايدة وكل كلمة حلوة بتقولوها كل سنة وانتوا بألف خير نبيل ساعد مون جمال مخايل شوقي وفي ناس بتأكد بقى على موضوع البرتقانة انها حريصة تعمل ده وتفرح ولادها كل سنة فهيم فرجالة برضو بيصبح علينا تكلم على ان ده حدث تاريخي بيستمر لنهاية العمر وقدي بيدي سعادة ودميانا عياد برضو بتصبح علينا وبتقول انها من القاهرة كل سنة وانتوا طيبين معنا أستاذ باسم بوتروس بيقول عيد الغطاس كل سنة وانتوا طيبين والحمد لله على سلامة هبة باسم بوتروس المقدس بشرة بنسويف مينة وجيه بيقول أحلى حاجة في عيد الغطاس اننا بنعمل الشرية باليستفاندي وبنعمل الصليب بالقصب وكل سنة وانتوا طيبين وانتوا طيب يا رب وبخير ابعت لنا بقى حاجة ابعت لنا ببرتقانة دي لاننا فعلا مش بقى في عملين فادي مفرح بيصبح علينا بركة الأفافيني تكون معاكم شكرا مراد مسعود بيقول صواح الفل صحيح ويهبة وحمد الله على سلامتك هبة وعيد سعيد تحياتي من الكويت بيصبح على زوجتي ألفة هنا وشفة هالة ناجح أنا بقول لكل إخواتي وبنتي وزوجة كل سنة وانتوا طيبين شنودة نروز بيصبح علينا ميرفا تنقار كل واحدة جارت طيبة تسألني دايما على عيد الغطاة سأقول لها ليه تقول لي علشان أغسطس اختص يا مسيح الدفة يا مسلم يعني أصدها أن بعد عيد الغطاة ييجي الدفة المصرين بيوم حركات كده وحاجات جميلة ليوم أمثال وكلام كده جميلة مينا ماهر من سهاج بشوي ناصر كل سنة طيبين شكرا فادي عصام أو عاصم مرمر مجدي ميلاد ألفة جنات غبريال نوجة فاوزي أهلا بك وميري جيرجس ونهاية دمالك طيب بوسي هو في تعليق بس مشترك بالناس الجميلة والحلوة واللي بعثها كتير قوي بتقول ان ربنا بيسمع سمع الدعوات والصلوات الفترة اللي أنا كنتم بغيبة فيها أو تعبانة فيها فده بيخليني بقى أكد في الأيام الحلوة والبركة اللي احنا فيها دلوقتي ما ننساش أبدا أننا نرفع دينا دايما بصلاة لكل واحد متقلم أو تعبان أو موجوع ناس كتير قوي محتاجة نسمة الهوى ومحتاجة لمسة الشفاء من عند ربنا يا ريت كل واحد فينا في لحظة كده بيرفع قلبه ربنا وانت في الشارع وانت في الشغل وانت بتصلي ما تنسوش تصلوا لكل واحد تعبان أو متقلم ربنا يرفع رب عن الجميع بيبو وميشو برضو بيقول لنا كل سنة وانتوا طيبين كريستين جيزيز ميرنا مجدي ميرفت رفاقية اللي برضو بتصبح عليها انتوا الحمد لله على السلام الله يسلمك سوزان ميرفت مقار ماهر سامي سوزان نبيل هاني ماهر منصور جودة بيصبح علينا لو في حد فيكو يعني عمل اللابرتوانا من مبارح أو عملها النهاردة كده وقدرتوا في الوصف تتصوروا وتبعثونا أي حاجة من الصور تبعثوا واحنا ممكن نعرض الصور دي ونقول التعليق تبعثونا في التعليقات بلاش الرسالة في التعليقات واحنا نخدها ونعرضها على الشاشة تلوقتي ممكن تقول تاني بها لغاية لما تصبح على الناس تشوفوا التبرعات اللي بتاعت النهاردة زكريا شلبي ابنوب فايز هالة شكري هلبيس فايج ما عرفش أنا بنت أصحة ولا مارسة بوتروس أنا بعمل بورتقانا لمينة هو عمر عشر سنين ربنا يخله لك وهو دلوقتي في تلتة طب ربنا يفرحك به أستاذ سامير دميان أستاذ كريولوس مسعد أستاذ إبراهيم فؤاد أحفادي أحبائي ده بولبول بشرة ديفيد فرينا مينة كامل نيفين موريس جيرجس جون أنا رأفت ريهام يوسف جيرجس فايز كل سنة وكلكم طيبين وقال في خير هالة بتقول صحيح أنا عملت مبارح هالة ناجا عملت مبارح واحدة يوستفاندي وجواها شمعة وطول القداس فضلت من وراء مش عارفة زي عملتها في اليوستفاندي لأن القشرة بتاعته خفيفة وبتطلعش حتى واحدة أي حد عمل بتاعت البرتقان دي أنا مش بعرف أعملها يعني أحطونا الصورة آه لو في صورة أو حاجة يريد تبعاتيها لنا يعني بروفو علي طيب أقول طلبات التبرع لما هي النهاردة مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بيموجب السن من 25 ل45 سنة ويكون خالي من الأمراض رقم التليفون 012-016-78454 أو 012-7011-8463 مطلوب متبرع بفص كابت فصيلة الدم بيموجب السن من 18 ل45 سنة رقم التليفون 012-245-97512 أو 011-4895-9063 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بيموجب السن من 22 ل45 سنة ويكون خالي من الأمراض أرقم التليفون 012-888-477-994 أو 011-0367-5587 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بيموجب أو أموجب السن من 25 ل40 سنة ويكون خالي من الأمراض رقم التليفون 0155-0725-326 ويا رب بكل الشفاء للجميع يا رب بالشفاء للجميع بس أبل مخرج لفاصل أوليفيا مخايل كل سنة وانت طيبة وستاذ أكرم رقوف صديقنا الدائم من نيويورك بيصبح علينا بيقولك حمد الله على السلام يا هيبة بيسلام محسن مرقص بيصبح لنا كل سنة وحضرتك طيب ويصبح لبناته في أمريكا بيتر سمير ومينة أيمن وعوض بهلول وكريستين سعد وشنودة نروز وناديا عريان وإيمان مالك ومرقص سعد وريمون وجيه ومانجو ميلانو ومايكل جميل جورج وأبو إفراين كل سنة طيبين كل سنة وأنتم بألف خير مرة تانية لسه عندنا فقرات عندنا أخبار كتير النهاردة هيبع عندنا فقرة مهمة جدا يعني هنتكلم فيها عن حاجات تخص بقى الانترنت والمشاكل اللي بتحصل لنا يعني من خلاله بتفاصيل أكيد هتهمنا ونتعلم منها كتير نخرج دلوقتي معيكم الفوصل وبعدها نرجع نشوف إيه الأخبار النهاردة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر